خلال اسبوع الجاري هيكون في جلسة بين أكرم توفيق لعب النادي الأهلي وخالد بي ومدير الكرة للتفاوض مع اللعب حول مسألة تجديد عقده أكرم توفيق عقده هيخلص بنهاية الموسم القادم يعني يا ناري اللي جاي يعني العام القادم على طول يحق له التوقيع لأي نادي آخر فالنادي الأهلي متمسك ببقاء أكرم توفيق سواء أكرم توفيق كمل موجود في النادي الأهلي أو الأهلي تلعه عارة الأهلي عايزه يقعد معاه أكبر عدد من السنوات واستحق بكل تأكيد أكرم توفيق البقاء في النادي الأهلي دي حكاية حكاية بقى صلاح محسن صلاح محسن ده صدع في دماغ النادي الأهلي ليه؟ صلاح محسن رفض أنه يخرج في صفقة تبادلية في في حكاية انتقال عمر كمال عبدالواحد ليه النادي الأهلي صلاح محسن من الآخر كده بيحاول يأخذ استغناء من النادي الأهلي استغناء يعني يمشي ببلاش أو يستنى لنهاية عقده ويبقى عقده خلص مع النادي أهلي ويبقى مشي برضو ببلاش هو عنده عروض عنده عروض من فيوتشر وعنده عروض من سموحة هتقول لي طيب ما قال الأهلي عايز يودي فيوتشر هو اللي مش راضي لأ صفقة تبادلية مش هيتلع منها كسبان كتير صلاح محسن لكن لما يروح حر ببلاش لأنه مش هيتفع حاجة الفريق اللي هيروح له مش هيتفع حاجة هو اللي هياخد الحاجات دي كلها يعني ماذا ما المدر فيوتشر يدفع للنادي الأهلي لما ياخد صلاح محسن ببلاش هيتفعله أكيد عقد أكبر بكتير منه يكون اشتراك أو حتى دخل في صفقة تبادلية بص حكيات صلاح محسن دي من أولاء الأخيرها غلط يعني فيها فيها تفاصيل يعني صلاح محسن مقصر جدا في حق نفسه بصلاح كنا مفوض يبقى في حتة تانية خلص بس كلمنا في القصة دي كتير فمشان ستطول فيها طيب